السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم مجددا أحبائي طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الثاني لمادة العلوم موضوع درسنا أحبتي لهذا اليوم ما التغيرات الكيميائية الدرس أحبتي من إعداد وتقديم محدثكم الأستاذ سلطان الزهراني أحبتي من خلال موضوع درسنا التغيرات الكيميائية ماذا تتوقعون أن نتعلم سنتعلم أحبتي في هذا اليوم التعرف على التغيرات الكيميائية إذن سنستطيع بعد هذا الدرس أحبتي أن نتعرف على التغيرات الكيميائية هل أنتم على استعداد أحبتي لنبدأ على بركة الله لنبدأ أحبتي بتهيئة أنفسنا لكي نتعرف على التغيرات الكيميائية انظروا أحبتي إلى هذه الصورة حتى نستطيع أن نجيب على هذا التساؤل لماذا يختلف طعم الكعك عن طعم مكوناته هل سبق أن أكلتم الكعك؟ أحسنتم إذن ما هي مكونات هذا الكعك؟ تابعوا معي أحبتي هنا نلاحظ هاتان الطالبتان تقومان بإعداد الكعك مما يتكون الكعك أحبتي؟ يتكون الكعك أحبتي من مواد مختلفة مثل البيض والدقيق والحليب والخميرة لاحظوا أحبتي أن هذه المواد تمتاز بأن كل مادة منها لها خصائص مميزة تخلط هذه المكونات جميعا في الخلاط أو باستعمال اليد وتخلط جيدا ثم تخبز في الفرن وبعد خفزها أحبتي ينتج لدينا الكعك لاحظوا أحبتي أن طعم الكعك يختلف عن طعم البيض ويختلف عن طعم الدقيق ويختلف عن طعم الحليب ويختلف عن طعم الخميرة إذن ما الذي حدث للكعك؟ حدث للكعك أحبتي تغير كيميائي بسبب تعرض المكونات التي ذكرناها لتغيرات كيميائية فتحولت هذه المواد إلى الكعك إذن أثناء عمل الكعك يحدث تغير كيميائي فيغير من خصائص المواد التي أضفناها أحسنتم بارك الله فيكم الآن أحبتي لنتابع معا هذا الفيديو حتى نتعرف أكثر على التغيرات الكيميائية شاهدوا معي أحبتي في هذا الفيديو وبإمكانكم عمل هذه التجربة أحبتي في المنزل في هذه التجربة أحبتي نقوم بوضع الخميرة في وعاء ثم نضيف عليه الخل فلاحظوا أحبتي أنه بمجرد إضافة الخل تكون لدينا هذه الفقاعات من الغازات وهذا الغاز يسمى غاز ثاني أكسيد الكربون إذن الآن صغاري حدث تفاعل بين الخميرة والخل ونتج عن هذا التفاعل غاز ثاني أكسيد الكربون لاحظوا معي هنا أيضا نقوم بإدخال الخميرة في هذا البالون ثم نسكب عليها الخل لاحظوا الآن غاز ثاني أكسيد الكربون سيقوم بنفخ البالون هل لاحظتم ذلك؟ إذن أحبائي ما التغيرات الكيميائية؟ التغير الكيميائي أحبتي هو تغير ينتج عنه مواد جديدة تختلف في خواصها عن المواد الأصلية ما هي المواد الأصلية التي أضفناها هنا صغاري؟ أحسنتم الخل والخميرة ما هي المواد الجديدة التي تكونت أحبتي؟ أحسنتم غاز ثاني أكسيد الكربون إذن التغير الكيميائي كما ذكرنا هو تغير ينتج عنه مواد جديدة تختلف في خواصها عن المواد الأصلية أحسنتم بارك الله فيكم أحبائي الآن أحبائي لنقيم أنفسنا ولنتفكر ولنحاول أن نجيب على هذا التساؤل من خلال النظر إلى هذه الصورة ولنسترجع بعض المعلومات التي تعلمناها في الدروس السابقة ما الفرق بين التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي؟ سبق أن تعلمنا أحبتي التغيرات الفيزيائية ونريد أن نفرق الآن بين التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي انظروا معي أحبتي إلى هذه الصورة في هذه الصورة أحبتي لدينا هذه الأوراق قمت بتقطيعها ووضعها في هذا الوعاء كذلك أخذت بعض هذه الأوراق وقمت بحرقها ووضعها في هذا الوعاء أريد منكم الآن صغاري أن تبينوا لي أي الطبقين حدث فيه تغير فيزيائي وأي الطبقين حدث فيه تغير كيميائي؟ هل الطبق على اليمين تغير فيزيائي أم كيميائي؟ هل عرفتم الإجابة؟ أحسنتم بارك الله فيكم إنه تغير فيزيائي لأن خواص المادة بقيت مثل ماهي لم يتغير منها شيء تغير فقط حجمها وشكلها انظروا معي إلى الوعاء الآخر في الجهة اليسرى ماذا حدث هنا؟ هل تستطيعون أن تشاهدوا الورق هنا؟ أحسنتم لا يوجد هنا ورق وإنما يوجد ناتج الاحتراق إذن هنا حدث تغير كيميائي غير من خصائص الورق إذن صغاري، الفرق بين التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي؟ أن التغير الفيزيائي لا يحدث تغير في الخواص أما التغير الكيميائي فيحدث فيه تغير في خصائص المادة كما لاحظنا هنا أنه تغيرت خصائص الورق وتحولت إلى مادة أخرى بارك الله فيكم أحباء صغار العلوم الآن أحبتي لنشاهد هذه الصورة ولنجيب على هذا التساؤل أريد منكم استخدام التفكير للإجابة على هذا التساؤل لاحظوا معي الموز هنا أحبتي هل تستطيعون وصف لونه؟ أحسنتم، يميل لونه إلى اللون الأخضر انظروا هنا أحبتي، بعد السهم تحول لون الموز إلى اللون الأصفر ما التغير الكيميائي الذي نشاهده في الصورة؟ أحسنتم، بارك الله فيكم نضج الموز نلاحظ أن الموز عندما ينضج يتحول إلى اللون الأصفر إذن هنا حدث تغير الكيميائي للموز نتيجة التأكسد وتحول إلى اللون الأصفر الآن أيضا شاهدوا معي هذه الصورة لكي نجيب على التساؤل ما التغير الكيميائي الذي نشاهده في هذه الصورة؟ ماذا تلاحظون أحبتي في هذه الصورة؟ أحسنتم، احتراق الخشب ما المادة التي تنتج عن احتراق الخشب؟ هل تلاحظون هذه المادة هنا؟ أحسنتم، إنها الرماد إذن ما التغير الكيميائي الذي نشاهده في هذه الصورة؟ أحسنتم، احتراق الخشب لأن الخشب هنا أحبتي تحول إلى مادة أخرى وهي الرماد فنطلق على ذلك تغير كيميائي الآن، لاحظوا أيضا معي هذه الصورة لكي نجيب على هذا التساؤل ما التغير الكيميائي الذي نشاهده في الصورة؟ ماذا تلاحظون أحبتي هنا في هذه الصور؟ أحسنتم، بارك الله فيكم صدأ الحديد وتعفن الفاكهة إذن، التغير الكيميائي الذي حدث في هذه الصورة هو صدأ الحديد وتعفن الفاكهة لاحظوا أن الحديد عندما يصدأ أحبتي يتحول إلى مادة جديدة أقل صلابة من الحديد أيضا هذه التفاحة بعد تعفنها تتحول إلى مادة أخرى ذات طعم كريه وغير قابلة للأكل إذن ما حدث هنا أحبتي يسمى تغيرا كيميائيا الآن أحبتي نريد أن نقيم أنفسنا ونختبر ما تعلمناه خلال هذا الدرس أريد منكم أحبتي أن تجيبوا بوضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة ووضع علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة لنبدأ أحبتي بالفقرة الأولى لا تنتج مواد جديدة عند التغير الكيميائي هل فعلا أحبتي لا ينتج مواد جديدة عن التغير الكيميائي؟ إذن ماذا نضع هنا أحبتي؟ علامة صح أم علامة خطأ؟ أحسنتم علامة خطأ لأن التغير الكيميائي أحبتي ينتج مواد جديدة كما حدث في احتراق الخشب وصداء الحديد وتعفن الفاكهة الفقرة الثانية يعتبر صدأ الحديد تغيرا كيميائيا هل هذه العبارة صحيحة؟ إذن ماذا نضع هنا أحبتي؟ أحسنتم العبارة صحيحة صدأ الحديد تغير كيميائي لأنه يغير من خصائص المادة بارك الله فيكم الآن أحبتي لننخص ما تعلمناه خلال هذا الدرس تعلمنا أحبتي في هذا الدرس عن التغيرات الكيميائية وعرفنا التغير الكيميائي بأنه تغير ينتج مواد جديدة تختلف في خواصها عن المواد الأصلية إذن التغير الكيميائي ينتج مواد جديدة غير المواد الأصلية مثال ذلك نضج الفواكه عندما يتحول الموز من اللون الأخضر إلى الأصفر أيضا المثال على التغير الكيميائي احتراق الخشب عندما يتحول الخشب إلى رماد أيضا من الأمثل على التغير الكيميائي صدأ الحديد عندما يتحول الحديد من حديد صلب وقاسي إلى حديد رقيق وهش هذا ما تعلمناه صغارنا خلال هذا الدرس أرجو أن تكونوا استفدتم صغاري الأعزاء على أمل أن ألقاكم إن شاء الله في دروس قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر